المسيحيون الديمقراطيون يريدون إلغاء تدريس اللغة الأم هجوم حاد على الحكومة واليسار يهدد بانتخابات إضافية هذه النشرة برعاية ترانسفير جالكسي أس إي مابلر أبو كاس دين تالي أهلا بكم حزب المسيحيين الديمقراطيين يطالب بإلغاء تدريس اللغة الأم في جميع مدارس السويد الحزب اعتبر أن فوائد تعليم اللغة الأم لا يمكن إثباتها في البحث وأن التدريس يتراجع بسبب وجود مشاكل كبيرة متحدث باسم الحزب قال إن 40% من المعلمين ليسوا مؤهلين لذلك يجب إعادة النظر في تدريس اللغة الأم وعادة ما يشير التربويون إلى أبحاث تقول إن تعلم الطفل للغته الأم يساعده في اكتساب اللغة الجديدة بشكل أفضل فيما يريد المسيحيون الديمقراطيون استخدام تكلفة تعليم اللغة الأم البالغة مليار كورون في تعليم لغة أخرى بعد أن اتفق الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب البيئة على إحالة اقتراح لجنة الهجرة إلى البرلمان مع إضافات تكميلية شنت أحزاب المعارضة هجوما عنيفا على الحكومة اليوم اعتراض الأحزاب يتركز على الإضافات التي فرضها حزب البيئة وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون إنه سيبذل كل ما في وسعه لإيقاف الاقتراح كريسترشون اعتبر الاتفاق تصرفا غير مسؤول سيؤدي لزيادة الهجرة إلى السويد رئيس حزب اليسار يونس خوستد يهدد بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة إذا أصرت على تغيير قانون العمل وفق اقتراحات تحقيق لاس خوستد قال في مؤتمر صحفي اليوم إن السويد ستتجه إلى انتخابات إضافية إذا اختارت الحكومة المضية قدما في تغيير قانون العمل وكانت المفاوضات انهارت مطلع الشهر الحالي بين نقابات العمال والشركات السويدية حول اتفاقية جديدة تنظم قواعد حماية العمال وحملت النقابات مسؤولية انهيار المفاوضات لاقتراحات ما يعرف بتحقيق لاس معتبرة أنها تسهل فصل الموظفين كشف استطلاع أجره مجلس مكافحة الجريمة أن شعور السويدين بنعدام الأمان ازداد بشكل ملحوظ في البلاد الاستطلاع أظهر أيضا ارتفاع الشعور بالقلق بين الشباب من التعرض للجريمة نسبة الذين يهتمون بأحداث الجرائم في المجتمع ارتفعت من 43 إلى 47% ويعد هذا أعلى مستوى منذ بدء المسح في العام 2006 القلق زاد بشكل أكبر بين الشباب من 22 إلى 32% منذ العام 2017 ومع ذلك أظهر الاستطلاع أن ثقة السويدين بالشرطة زادت من 42 إلى 54% فيما ارتفعت الثقة في القضاء من 44 إلى 49% جائزة نوبيل في الأداب ذهبت هذا العام للشاعر الأمريكي لويز جلوك البالغة من العمر 77 عاما أكاديمية نوبيل أعلنت من استوكهولم اليوم فوز الشاعر بالجائزة ولدت جلوك في نيويورك العام 1943 وتعتبر من أكثر شعراء الأمريكيين المعاصرين تأثيرا نزاع طويل في المحاكم بين مواطنة ألمانية والشرطة السويديا بسبب مخالفة وقوف سيارة النزاع انتهى بفوز الألمانيا سابين أمام المحكمة العديا اليوم سابين كانت أوقفت سيارتها في استوكهولم صيف العام 2018 ودفعت رسوم الوقوف عبر خدمة الرسائل النصية الشرطة اعتبرت أن طريقة كتابة رقم السيارة كانت خاطئة وأصدرت غرامة بحق الألمانيا فيما رفضت الأخيرة دفع الغرامة ورفع الدعوة ضد الشرطة تدرجت القضية من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف إلى المحكمة العليا وانتهت بعدم دفع الغرامة المزيد يأذيكم دوما على موقعنا الكمبيس.سي إلى اللقاء هذه النشرة برعاية ترانسفير جالكسي اسئي موبلر أبو كاس دين تالي